بغداد في حرب استخبارية مفتوحة مع داعش بعدما تلقى التنظيم ضربات قاصمة لقادته وعناصره أفقدته السيطرة على النقاط الجغرافية المعروفة في جميع مدن البلاد جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالخلايا المختبئة مهمة تتبادل فيها الأجهزة الاستخبارية المختلفة الأدوار لتصبح متاحة أمام القوات الموجودة على الأرض أو القوة الجوية للانقضاض على الأهداف اليوم الاستخبارات في الحجد الشعبي وفي القوات الأمنية أصبح لها الدور الكبير واليد الطولة بالسيطرة على كل الخلايا النائمة والقضاء على فلول الصعبات الإرهابية داعش واليوم نعيش نعمة الأمن والأمان بفضل تضافر الجهود قوات الأمنية والحجد الشعبي ما تنفذه القوات العراقية المشتركة من الحجد الشعبي والجيش العراقي وقوة الأمن الداخلي وجهاز مكافحة الإرهاب يأتي ضمن خطة محكمة وضعتها بغداد لإنهاء أي استنهاض لتنظيم داعش من جديد عبر زيادة الارتكاز الأمني عند الحدود وتنفيذ عمليات تفتيش وتمشيط مستمرة في المناطق الرخوة أمنية نحن الآن نجحنا فيما يخص قتالنا مع داعش الإرهابي وبنية منظومتنا الاستخباراتية والأمنية على ما نحن عليه الآن يعني القتال في العراق والعدو الذي يعمل بالعراق نحن مسيطرنا عنه تماما سواء كان خرق أو مدعو من الخارج تصاعد وطيرة الهجمات الاستباقية التي يشنها الأمن العراقي قبل تسجيل أي خرق أمني عكس تطورا ميدانيا للمؤسسة العسكرية وخبرة متراكمة عقب حرب التحرير يقول متخصصون بغداد عازمة على مواصلة عملياتها لردع داعش بعيدا عن محاولات التنظيم الإرهابي خرق الميدان وهي سياسة أضحت ركنا بارزا في استراتيجية السلطات العراقية محمد الفهد بغداد الميادين